بسم الله والابن والروح القدس وقت فاضي دول مهم قوي يرتبوا أولوياتهم ودول مهم قوي يرتبوا أولوياتهم هديكم كم مسأل عشان تعرفوا قيمة الموضوع مثلا واحدة فيكم تكون كانت بتشتغل وعيالها صغيرين وأنجزت وعملت اسمه يمكن عملت فلوس بس اكتشفت انها ما قضتش وقت كفاية مع عيالها ما ربتهمش كفاية في الكنيسة هنا يزدت كويس وبتخاف ربنا ونكحة في شغلها وقوم مفاضلة بس العيال ما طلعوش كويسين أو مش كويسين كفاية النهاردة بتندم ليه ما رتبتش أولوياتها صح كانت المفروض الأولوية للعيال مش للشغل عشان أول عشر سنين يطلعوا مسكين في ربنا قوي عندهم مبادئ عالية قوي أهم من إنجازتها في المجتمع لكن النهاردة خلاص مش هتعرف تصلح اللي حصل عاوزة نعمة من ربنا ومعجزة فهمتوا قيمة ترتيب الأولويات ده لكم مسأل تاني واحد مثلا مجغول في شغله جدا عشان مجغول قوي وبينجز وراجل صالح وبيطلع عشور واكتر من العشور بس مش لاقي وقت يصلي أو يقرى الإنجيل بقى عصبي بقى كئيب بقى كشري بعد عن ولاده نفسيا وعن مراده بعد كم سنة بيته تهز ومش رادي يرجع تليم كانت مصيبة برضو دي أزمة ترتيب أولويات وما كانش بعمل حاجة غلط بس المشغولية الزيادة قوي في شغله اللي جات على حساب علاقته بربنا وعلاقته بمراته وعياله نزلت الهرم كله يقول لك أنا بشتغل لعيالي وكنت عاوز أعمل فلوس وسبت لهم كلام بقى الحلو ده بس في الآخر في أزمة في البيت كبيرة لأنها أزمة أولويات معرفش يست في وقته فيعمل صداقة مع عياله يريح نفسية مراته يلاقي وقت للصلاة يحافظ على سلامه أزمة أولويات بتوصل يا جماعة لأوحش منك إنه ممكن واحد مستعجل قوي يعمل حدثة يعيش بقيت عمره معوق أو مشلول بسبب الدقيقة اللي كان مستعجل فيه لأنه كان بيجري بسرعة زيادة فالدنيا بازت لو كان مرتب وقته ما كان سهيوصل للسربعة دي اللي تسببت فيه مشكلة أزمة الأولويات في عرف نحنا الروحي ممكن تؤثر الناس دي بتحصل معي أنا إن أنا كون مستعجل ورايا جدول شديد قوي ما شوفش نازفة الدم أو ما شوفش المفلوج اللي بيتفرض عليه وما عملش زي المسيح دي بتحصل معي وده اعترف باعترف لكم به يعني إيه؟ يعني ربنا يكون بعيدت لي واحد وسط الزحمة دي كلها ما شوفوش لأن أنا مش مرتب أولوياتي صح مش واعي إنه لازم أهدي برنامجي شوية عشان فيه واحد تعبان قوي أهم من اللي ورايا إذا الموضوع الأولويات ده فعلا موضوع شائك وما فيش واحد مش محتاجه ليه؟ العمر قصير ربنا يديكو العمر الوقت بيجري الساعة اللي بتروح ما بترجعش والمفروض إحنا كناس روحيين مفتدين الوقت يعني نستفيد بوقتنا أفضل استفادة ممكنة فعشان تطلع بأكبر استفادة ممكنة لازم تنظم يومك وتوزع وقتك بدقة شديدة ربنا يسوع مثل أعلى في الحتة دي ده اللي هنبتدي به ربنا يسوع كان ممكن ينام في المركب النص ساعة دي عشان يكمل يومه بحكم إنسانيته محتاج ينام أوكي هينام في وقت معين في ظروف معينة عشان وراء جدول زحمة وليكن مسيح بالرغم إنه مشغول جدا ومشهور جدا كان يصحى بدر يعود مع ربنا أو يصهر بالليل مسيح لو المجد كان يعرف يدي أولوية الحاجة عن حاجة لأنه عارف قيمة كم سنة اللي هيعود يخدمها وخلاص أولوية الصليب ما تنزلش عنه وجاء عشان يموت ويقوم حتى لو تلاميذ ومسكين فيه ريتك ما تموتش بس أنا مش هرضيكم أنا عارف أنا جاي ليه فهنا الموضوع الأولويات ده إزاي ترتب وقتك وتوزع إيه أهم من إيه دي قضية شائكة قضية أهم جدا حياة كل الناس بالذات المساحين بالذات الخدام على فكرة ليه؟ لأن حتى في الخدمة أحيانا تبقى فيه خدمة أهم من خدمة أو دور أهم من دور ساعة حتى جوة الخدمة ساعة يبقى فيه دور أهم من دور أو فايدة أكبر من فايدة وتكون أنت ماله في حاجة مش هيدة المهمة اللي ربنا عاوزك فيه هقرأ نص كده طبعا سهل ومشهور ونحلله من زاوية صراع الأولويات كتما عرسوا إلى يسوع ده إمتى يا حبيبي ده ده بعد ما طلعوا إرسالية كانوا طلعوا تمرين في القرى بعتهم اتنينات في كل قرية رجعوا له فرجعين بقى فرحانين قاوي لأن كانت دهم سلطاني طلعوا شياطين ويعشفوا مرضى فكل واحد عنده خصة عاوز يحكيها للمسيح رجعين فرحانين أخبروه بكل شيء كل ما فعله وكل ما عمله فقال لهم بصوا بصوا المسيح بيعمل تعالوا منفردين لموضع خلاء استريحوا قليلا إيه ده يا الرحة كمان تدخل في الخطة استريحوا قليلا لأن القادمين والزاهبين كانوا كثيرين ولم تتيصل لهم فرصة للأكل ده هو مركز في الراحة والأكل دلوقتي بصوا المسيح بيفكر إزاي وهم جايين من الخدمة وفرحانين بالخدمة فمضوا في السفينة لموضع خلاء منفردين رأاهم الجموع منطلقين عرفاهوا كثيرون تراكدوا من جميع المدن مشاتا وصبقوهم واجتمعوا إليه فلما خرج يسوع خرج الزهر كان قاعد مع التلميذ في المركب أو في حتة خالة ساعات لما طلع بقى فوج بقى جهد بقى لت كلها ملمومة مستنيها وهو خلاص الدنيا بعد الظهر والمفروض خلص فرأى جامعا كثيرا تحنن إذ كانوا كخراف لارعي فابتدأ يعلمهم كثيرا وبعد الساعات تقدم التلميذ وقالوا له حكاية إيه؟ الدنيا عن رب تضلم والناس لازم تلحق ولازم نجيب لهم أكل لقال لهم طب أنتوا أكلوهم طب نعم عندنا ده ما يكافهم شمتين دينار والقصة إياها عشان أنتوا حافظين أعادوهم ورصوهم وبارك ووزعوا على الأرقاف أولويات المسيح هنا إيه؟ بصراحة ربنا يسوع في رأيي أولوياته أنا ككاهن أولوياتي أكبر الخدام أهم حاجة في حياته أبني خدام تلاحظوا أن المسيح عمل إيه جماعة؟ هو عارف أن الجمعة مستنين وخلي بالكم هو المسيح مش غايب عليه أن الناس تلمت من كل حد وعارف أن فيهم ناس مرضى مستنين معجزة وهيعمل لهم المعجزة ماشي لكن إيه ده وقت أطول لمين؟ للتلاميذ يسمعهم ويحكي معاهم لأن دول مستقبل الكنيسة فهمين الفكرة؟ طب يا رب دول 12 ودول مثلا خمس تلاف ما تتحسبش كده خلي بالكم لو هنحسبها بالأرقام يبقى الأولوياء للخمس تلاف المسيح ما تشدش للخمس تلاف إدى وقت أطول للـ 12 لأنه هو واعي بفكرة دول أهم لأن دول قيادات المستقبل زي ما تقول إيه أنت بيتك من تليك زوجة واحدة وعيال اثنين تلاتة دول مش هينفع تديهم زي ما بتدي للناس التانين دول أهم دول مسئلتك الأولى قدام ربنا فهنا ما تاخدهاش بالأرقام لأن الأرقام خداعة هو عرف يقول أنا بالنسبة لي التلاميذ أولى من الجموع عموما عشان دول اللي هياخدوا دوري بكرة تاني حاجة لما قابل الجموع الجموع عاوزين إيه عاوزين حاكتين غالبا يخفوا ويأكلوا أهم المسيح أعمل إيه قاعد يوعظ قال لي بالكم هي الناس جاي اللي جاي عاوزة تخف ويحبزة لو كالت ببلاش ربنا يسوع عارف احتاجه بس هو عنده أولوية يعمل إيه يغير ده فقاعد يعلمه تفهمتوا ربنا يسوع بيفكر إزاي مش بيمشي على هوى الناس لأن هوى الناس يبوز لك البرنامج يضيع منك الخط الناس هتاخدك في التجاهات غير اللي انت نفسك فيه وبعد ما كون التلاميذ قاعد يعلم الجموع كأنه ربنا يسوع وقته السمين يكون تلاميذ ويعلم طب لما فضل وقت في الآخر ما فيش مانع نشفي ونأكل بس في الآخر تفهمتوا؟ طب يا رب ده مريض ومستني قاعد أربع ساعات عشان يخف ومالو خلي دماغه تخف في الأول ده الأهم نفس الموقف بتاع المفلوك فاكرين المفلوك المفلوك جاي ليه؟ جاي ليه المفلوك؟ عسان يقوم يمسي مس كده؟ قال له ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ مخفورة لك خطاك طب أنا جاي عشان أخف فيه أولو ايه؟ التوبة الغفران أهم من الشفاء واضحة يبقى ربنا يسوع ماشي بمبدأ ايه أهم من ايه؟ هنعمل كل حاجة انسامح الوقت بس في حاجة أهم في نفس الليلة دي عمل حاجة تاني بعد ما ماشى التلميذ ركبهم المركب خلاص اليوم خلص والناس تعبت ووزعوا الأكل ولموا الكسر فاكرين حصل ايه؟ عمل ليه المسيح؟ راح عالجبل وصهر في صلي لأن دي أولوية كمان كأن أولويات ربنا يسوع كمثل أعلى لكل خادم خلي بالكم انت كخادم بتتشبه بالمسيح طلع خدام من تحت ايدك طلع خدام لأنك انت شطرتك انت هتمشي كده كده ربنا يديك العمر بس في العلم دلوقتي يقوله تعبير أنا بحبه ساكسس ايكول ساكسسورز عارفين ساكسسورز يعني ايه؟ ساكسسورز يعني اللي بعديك النجاح يقاس بمن بعدك مش يقاس بإنجازاتك فانت كخادم شطرتك تفك نفسك بعشرين خادم أنا ككاهن يا رب اقفك بمئة خادم هي دي ده الانجاز في حد ذاته ده منهج المسيح كده عشان كده لما بنقول لكم اهتموا بالمادة الروحية في زيارة البيوت قبل حل المشكلة ليه؟ المادة الروحية هتطلع من البيت الغالبان ده خادم شاب خادم او ست طيبة تخدم في الكنيسة هتربع يالها كوي بعد كده مشاكل الفقر والمرض دي مش هتخلص هنحلها على قد ما نقدر بس الدماغ اهم تكوين الخادم اهم لان هو ده اللي هيحل مشاكل البلد وبعد كده تاني بعد التعليم احنا كلنا ناخد من ربنا نذاكر ونقول للناس لان التعليم هيغير العالم كل تالت بعد مهم قوي لازم نقضي وقت في الصلاة كخدام ماينفعش تقول اصلي مشغول قوي في ملحقش صلي مزيح نفسه مشغول اكتر منك بس لحق يصلي فضى نفسه لصلاة خلي بالكو عشان يصلي عمل ايه كرش التلميذ وزعه افل بتعبير الرهبان ولك افل افل يعني دخل قليته ممنوع تخبط خلاص ده وقت ربنا شاطر شاطر انه بيعرف يعمل كده يبقى لازم في وقت تقفل تقفل موبايلك تقفل قطك تقفل علاقاتك ليه ده وقت كل ده اسمه ترتيب الاولويات هو لو ساب نفسه الناس مش هترحمه هيقعد لتاني يوم يكلم الناس ذو الخمس تلاف فطبيعي مش هيسبوه في حاله ولو التلاميذ قاعدين مبسوطين معا مش هيسبوه برضو فرحانين بالمعجزة عاوزين يحكو بس هو عارف كل وقت له الحاجة اللي يعملها فيه عشان كده تلاحظوا الايات دي كلها بتأكد ان فيه فكر بيحرك المسيح في كل قرار تعالوا منفردين لموضع خلاء استريحوا وكلوا يبقى دي اولوية عاوز ايه يتطمن على تلاميذه يديهم حب يكونوا طب اعطوهم انتم اللي يأكلوا يبقى هنا فيه اولوية تاني احتياجات الناس اولوية الكنيسة وبعدين حط لهم اولوية مكايتش على بالهم نضفوا الجبل شيلوا الكسر في بعض الامور انت بتعتبرها ما تتحطش خالص في برنامجك لا مفروض تتحط في برنامجك نضفت المكان النظام دي اولويات برضو فربنا يسوع حطها حط في الموضوع طب احنا تعبنا طب الناس كلت الناس مبسوطين بس لازم نكمل النظام والنظاف ما ينفعش نسيب ورانا الجبل عامل كده وبعدين طلع يصال طب التلاميذ بيفكروا ازاي دماغي بقى التلاميذ مش درماغي المسيح بصراحة دماغي التلاميذ لسه ما تبرمجتش صح فالتلميذ من دول بيفكر ازاي بيفكر عاوز ينجز عاوز ينجح فراجع مبسوط قوي يقول له طلعت كام شطان وشافت كام واحد وقلتلي كام واعظم هو دماغه في دي التلاميذ مش مركزين في التلمزة زي انتو تسعاد كده تبقوا فرحانين بالخدمة ومش عاوزين تتعلموا جديد يوم المسيح يخدهم على جنب يسمعهم وبعدين يعلمهم يقول لهم لازم تكبروا اكتر من كده لازم تعالجوا العيوب اللي فيكم عشان الشغل يطلع احلى من كده عارفين زي ايه زي الدكتور اللي يتخرج وبعدين يقول لك انا دكتور احكايا لكم حكايا هنخفف بي الضغط ده لما دخلت ظابط احتياط كن كتيبة وكانت الحتة بتاعتنا كلها ده كتر فهو احنا في في الترتيبات كده وفي البرنامج بتاعنا واحد وقع ودخ يعني ما بيحصل في الجيش كتير لقنا واحد فينا احنا كلنا ده كتر وسع يا جدع انا دكتور فبايا ده كلنا خرجين طب وهو يعني وسع ساعات الواحد بينسى نفسه هم هم فكروا كده انا تلميذ انا بعرف هوعظ انا بعرف اعمل معجزة المسيح قال له توقت تتعلم توقت تتعلم تاني سان كده برا مصري في حاجة اسمها التعليم المستمر اي مهنة يتوقف فيها الشخص عن التعليم في نفس المجال يتخصم منه نمر يعني ايه ينزل مستوى وممكن تتسحب رخصة مزاولة المهن طب ده هو معايا يمكن ماجستير ولا دكتوراه ستيل لازم يفضل يتعلم لاخر حياته يعرف الجديد اول باول طب بالاولة في الحياة الروحية فهمين الفكرة ما ينفع ستبقى خادم تقول مش محتاج اقرأ الانجيل لا ده انت محتاج تاني تذاكر وتقرأ كمان التلاميذ عندهم اولوية بقى للأسف ده تفكير نحن البشري نتجنب المشاكل ده تفكير سلبي جدا بانت فين في التلاميذ مين يقول لي روحوه روحهم عسان ما جيبه لناشتهم اللي يموت في السكة يموت بعيد عن ننا فهمين زي كتير مننا بنحب نفكر بالطريقة دي اللي هي ايه احنا ملنا ربنا يسوع التفكير ده غلط ما يعجبوش لا احنا احنا مسؤولين مش قعدنا نوعظ يبقى الاحتياجات التانية اكل وشرب وراحة لا لازم نأمنهم برضو التلاميذ كانوا كل اللي شغلهم يحكوا للمسيح انجزتهم وبعدين رحوا قالوا له ايه ماشي الناس فقال لهم لا يحكوا صحيح لكن مش هماشي الناس طب الناس اولوية ايه بص انا بفكركم دماغ ربنا يسوع فيها ايه ودماغ التلاميذ فيها ايه دماغ الناس بقى اللي قعدة فيها ايه اتفقنا الناس عاوزة تاكل زي العشوائيات بالزبط عاوزين ياكلوا وحبزة له ويتعالجوا وبس ويلبسوا طبعا تقول له اعرفوا ربنا مش عاوز تقول له اشتغل لا مش عاوز قوي لكن ربنا يسوع معها مالش اللي هم عاوزين لا ده فلوس ولا لبس وساب الأكل للآخر خلي بالكم لان فعلا جعانين بس سابوا للآخر مش في الأول عشان كده التلاميذ الكلمات اللي قالوها الجموع تبين تراكدوا إليه وما بيجروا وراء ليه قال لهم تاني يوم على طول انت صلبتشين وراء لأنكم ايه اكلتم من الخبز وشبعتم يعني مسيح كان فاهم كويس ان هم مش جايين عشان حبين الوعزة لا لا هم جايين برضو ايه يعني تفسحوا في المرجان لكن ايه مش جايين عشان الوعزة الحكمة أن تلتزم بأولوياتك يعني ايه ما تسيبش الناس تغير لك ترتيب الأولويات ما تسيبش الظروف تلخبط لك برنامجك بقدر الإمكان بقدر الإمكان يعني ايه واحد بيقولك انا محتاجك في مشوار أوزنها في دماغك بسرعة المشوار ده اهم من المشوار اللي هتعمله دلوقتي انت عندك جدول لليوم طب هل المشوار ده ممكن يتأجل واللي فعلا مستعجل طب في حد تاني ممكن يعمل المشوار ده غيرك كل ده بتفكر فيه في دقيقة عشان ترتب هو ايه مهم وايه اهم ده دايما سؤال شاغل ايه خادر ايه مهم لان انا هعمل الاهم قبل المهم فمش كل واحد هيطلب طلب هقوله حاضر لان كده مش هعمل المهم ابدا فهمتوا الصلاة مهمة مش هتصلي ساعتهم الانجيل مهم مش هتلحق تقرأه المريض التعبان قوي مش هتلحق تزوره لان واحد عنده مشكلة بسرعة يبطل حكاوة انا دي سمعتها من قدست البابا شنو ده اللي يناح روحه حكى قصة في بداية المجلس المليو فبيقول قعدت مع البهوات بتوع المجلس الملي يعني ساعتها واخناقات وقالت وعجن وكلام ثلاث ساعات انه هم يعني تفقوا ما بيتفقوش طبعا طالع من القعدة دي مش مبسوط وهو خارج لقى شاب بيقوله يا سيدنا عندي سؤال هو المسيح ربنا بجد ولا سأل سؤال بسيط سازك هو قال سيدنا البابا ساعت ما معنا انا اكتشفت اننا بضيع وقت عندي شعب مش واعي وانا عمالة حايل في ناس مش عاوزة تتحايل ولا تخلص فقرر ان يعطي التعليم اولوية انه هيركز في تعليم الشعب والشباب اما المشاكل هيديها جزء من الوقت خلصت خلصت ما خلصتش مش مهم لانها مش هتخلص مع بعض الناس ما بتخلص فهمتوا الفكرة انت لو سبت الناس تدخلك في المشاكل اللي من النوع اللي ما بيخلص منضيع العمر طب القيمة الاهم التعليم لانه التعليم هيغير هيضيف هيفرق جدا مع المدى البعيد عشان كده لازم الواحد يرتبها كل شوية التزم بالاولويات اللي اتفاقت عليها ولا تصطدم باولويات الاخرين يعني ايه ماينفعش كمان يعني مثلا على مستوى الاعيلة تكون مراتك وعيالك عندهم يوم معين هو الوحيد اللي ينفع اجازها وانتو تقولهم اليوم ده ما ينفعش معلش رتكبها بقى تركيب ان انتو تتقابلوا مع بعض مثلا يبقى ما تصطدمش باولويات الناس التانية هم نفسهم مثلا في حاجة معينة انت ملكش فيها مزاج بس هم بالنسبة لك اولوية دي حاجة بتبسطهم خلاص ومالوا اعملها معاهم من اجلهم يبقى حتى اولوياتك بيعاد فيها النظر باولويات اللي حواليك لانك مش عايش لوحدك انت مش راهب فمثلا افرد انت قاعد في قوضة مع واحد مثلا هتصور كده اتنين عايشين مع بعض وانت عاوز تسمع وعزة او تتفرج على اغابي الساعة 12 بالليل هو عاوز ينام ما تقولش دي اولوياتي بقى ده قانون الروحي بقى يتفلق لا يتفلق ده ازاي لا لازم تحط احترام لاولوياته هو نعسان وعاوز ينام خلاص هت هتفون واسمع مع نفسك او شوف لك حتة تانية تسمع فيها يبقى مش معنى ان الواحد بيرتب اولوياته انه يدوس على اللي حواليه لا خالص هيرتب اولوياته مع احترام شديد وحب واعتبار لكل الاطراف اللي حواليه كمان لو انت بتعيش لربنا قوي ما هو الاولويات دي محكومة بحاجة مهمة قوي ان انت شايف السماء مستنياك وشايف العمر قصير فعاوز تعمل كل حاجة صح كل حاجة في اتجاه السماء ما عندكش وقت ضايع زي الناس العادية مفروض كده بس اللي حواليك مش على نفس الموجة اللي حواليك عاوزين يحكوا في سيرة الناس ودي متعة بالنسبة له ثلاث ساعات نجيب بقى من اول الريس لغاية ونقعد نحكي لانه هو مش شايف السماء مش على باله طيب ما انت ما ينفعش اتجاري لكن كمان ما فيش دعية اصطدم فانت بتحاول بحكمة انك تخلل حواليك يتبنوا النظرة بتاعتك يتبرمجوا صح انه اطلبوا اولا ملكوت الله وقر وهذه كل ده اللي ربنا يسو عمله مع التلاميذ ومع الجمعة برمج التلاميذ على طريقته فالتلاميذ لما تشوفوهم بعد المسيح ايه ده نسخ منه مضيعوش وقت وعارفين ان التعليم اهم من المعاجزات والاكلة مالوش لازمة والفلوس تحت الرجلين ايه ده ايه اللي حصل هم نفس ترتيب الاولويات بتاعه دخل دماغه فبقى هم كده يعرفوا يلاقوا وقت للصلاة تلاقي بطرس في سفر الاعمال طالع على السطح يصلي رايح الهيكل مع يوحنى يصلي وانت فاضي يا بطرس ده انت بترك لا فاضي عند الصلاة فاضي لازم افضي نفسي واتحط يبقى هم اتبرمجوا على ترتيب اولويات توزيع الوقت زي ما المسيح كان بيعمل عارفين كويس ان الوقت ده حاجة مأثمينة مفيش وقت ضايع لكن في وقت للناس وفي وقت للراح واهمها وقت الصلاة والخدمة كمان التعليم اهم من حل المشاكل تبقى انا قوي لما التلاميذ تزنقوا في مشكلة الارامل فاكرنا اعمال ست لما الارامل شدوا مع بعض تلاميذ لقوا نفسهم الوقت هيروح في محايلة الستات وطبعهمش هيخلصوا بس كده فعملوا ايه قالوا مايصحش نسيب الصلاة وخدمة الكلمة ونخدم مواقت نجيب ناس نعلمه ونخصصهم للخدمة دي فطلعت فئة الشممس شوفوا بقى الشطارة اللي مرتب اولوياته يعرف يعمل ديليجيشن يعرف يعمل تفويد توكيل يعرف يطلع كوادر جديدة تستوعب اي خدمة جديدة عشان يفضل هو عارف دوره الاساسي ايه دورك الاساسي زي ايه غلطة مشهورة في امهات مصر كلهم يعودوا يذكروا لعياله بالاربع خمس ساعات دي مصيبة يا جماعة لانه مش دورك كأمة زاكري عربي وحساب دي لاخبطة وتقولك اصلا مدرسة مقصرة والمدرس مش عارف ايه بس غلط غلط طربويا ابنك ما بيفكرش ابنك خلاص اتكل عليك وغلط زوجيا جوزك مش شايفك خالص وغلط نفسيا انت خدتي هم مش بتاعك اساسا وغلط روحيا مش لاحها تصلي ولا تخدمي غلط من كل الجوانب فاهمين ازاي لازم تعوديه يذكر لوحده تشريفي عليه اه لكن مش تعودي تذكري جنبه بس هنا هي مش مشيا بدمخها هي اتفرض عليها الوضع فسيئة على كتر فتلاقي ضيعت احلى خمستاشر عشرين سنة من عمرها كأم بتزعق في العيال طول النهار وغالبا بتزعق في الراجل اول مايرجع وغش كده ما بيرجعش ما بيرجعش يبقى في الاولويات كأنك طول الوقت بتقول yes no yes no يعني نعم ولا يعني ايه بقى نعم لحاجة تفيد اكبر عدد وتتطفق مع طموحاتك فاهمين يعني ايه ربنا يسوع شايف انه تلاميذ للمستقبل مش هيخدمه خمس تلاف هيخدمه خمسة مليون فيبقى التلاميذ اولويه يبقى نعم للتلاميذ ولا للجموع دلوقتي فهمتوا الفكرة نعم ولا بقول ايوة فحاجة حسستها مهمة اوي ولقا لقا يعني سوري لقا دي مش لقا عنيفة اعتذار مهزب اعتذار لحاجة تعالى تفرج معايا على الفيلم ده سوري عندي ارتباطات مش بنقول صح وغلط حننكلم في انه مش اولوية خسارة لكن في وقت تاني اذا كان راحة وميله اوكي نعم لانه يتطفق انه في الوقت ده عاوز تريح دماغك من التفكير عاوز تقعد مع ولادك ماشي في وقت للراحة في وقت للفصحة في وقت للأكل في وقت كل كل ده لقا الفكرة بصوا بقا لما التلاميذ قالوا له بما اننا بتوع وعز بس طب ماشيهم بقا قال لهم بردو لأ فهمتوا رجع قال لأ امت ماشيهم لانه احنا مسؤولين فما يصحش فبالرغم انه وعز وخد وقته في الوعز جات عند ماشيهم لأ مش هماشيهم يبقى قاضح ان ربان يسوعهم مش محكم بالطيار العام محكم ببرنامج جواه ايه المهم بيتعامل مش الناس شايفة ايه وعوزة ايه وبعدين رجع فكرة نعم الامكانيات محدودة فاكرين لما قال لهم روحوا شوفوا عندكم ايه قالوا له ما فيش كان نظام المصريين طب بصوا كويس جابوا له خمس ترغيف صحيح الامكانيات محدودة بس لأ لفكرة ايه مفيش حاجة تنفع لأ هتنفع فجابوا خمس ترغيف نفعت يبقى ربان يسوع دايما بيفلتر كلام الناس الحتة دي زع الحتة دي غلط دي زع دي غلط دي تنفع دي ما تنفعش دي نعملها دلوقتي دي نعملها بعدين ده يتأجل لا ده مستعجل واضحة ده المخ اللي حاسس بقيمة الوقت ومركز على السماء وما يزرعه الانسان اياه ويحصود ايضا بص الاخر حياتك تخيل كده ربنا يديك العمر نفسك الرصيد اللي تدخل بيه على السماء يكون معاك ايه وانت دخل لربنا هتقول له شغل ستين سنة يعني ما قالوش قيمة وعنت ربنا ما انت خدت حق وفلوس على الارض طيب ايه ربت عيالك بس كويس كويس بس غير واحد داخل جنبك مربي عيال ناس تانية واللي رب عشر غير الرب مية بس كده واللي شبع بالصلاة غير اللي فضلي كروت الصلاة الاخر حياته احسابها من الاخر للأول تعرف امت اللحظة اللي انت فيها احسابها هتقابل المسيح ازاي وهتعرض عليه رصيد حياتك ازاي تعرف تعمل ايه دلوقتي انما اللي بيضيع عمرهم او مش رمتبه او لو انتم نسيين اللحظة دي بتاعت اخر العمر ده اللي لازم هيقول يا خسارة ما الحقتش اعمل المهم وعملت حاجات كتيرة مش مهمة لا لو شاطر بقى تكون في اخر لحظة في عمرك اشكرك يا رب لاني عرفت الغي اللي مش مهم واعمل المهم واضح طريقة التفكير نعم لفكرة الناس مستعجلة الناس فعلا مستعجلة لكن لقى الفكرة عدم النظام علش الحتة دي تهمني الناس جعانة ومستعجلة بس هيكلوا بنظام يا رب بلاش الناس جعانة وهفتانة هنقعد نرسوهم ساعة وهم قريدي على اخرهم مفيش اكل من غير نظام فهمتوا لانه بيعلم مبدأ تاني اسمه النظام بس الناس فعلا جعانة والوقت بيضلم يعني فيه اكتر من حاجة تخلينا نرمي الاكل رمي كده خليهم يلحقوا لو رمينا العيش في الهوى هيدوسوا على بعض هيقطعوا بعض هيدرابوا بعض دول عشوائيات زي عندنا مش كده لكن لما قعدوا خمسينات حتى لو خدت ساعة زيادة بس كل الناس كلت وشبعت وفضوا لعنهم فضحت الفكرة يبقى المبدأ عند ربنا يسوع مش هيكسر معا ان فيه إلحاح فيه زن من الجموع يلا بق يلا بق يلا نقوم الزن ده ما يمشيش لان فيه حاجة اهم هي الاولويات ربنا يدينا حكمة نحن نوزع وقتنا ونرتب اولوياتنا لإلهنا كل مجدد ترجمة نانسي قنقر